سأعرض بين أيديكم عدة لقطات لقطة من إيران ولقطة من العراق ولقطة من سوريا من الشام ولقطة من العالم أجمع من كرتنا الأرضية هذه اللقطات دقق النظر فيها ستجدونها متحققة على أرض الواقع سأبدأ من إيران وهذه الرواية التي سأقرأها عليكم من غيبة النعماني من الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون ما حدثنا به أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه بخصوص أهل المشرق هذه الرواية مرت علينا وتحدثت عنها مرارا وكرارا وفصلت القول فيها في حلقات متقدمة من هذا البرنامج لذا سأمر عليها بشكل مجمل إذا أردتم التفصيل والتدقيق والتحقيق فعودوا إلى الحلقات السابقة المختصة ببيان مضمون هذه الرواية إمامنا الباقر صلوات الله عليه يحدث أبا خالد الكابلي كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق لاحظوا دقة العبارة ما قال قد خرجوا من المشرق خرجوا من المشرق هذه بداية خروجهم فلابد أن يتوجهوا إلى جهة أخرى خرجوا من المشرق وتوجهوا إلى الرواية ما قالت خرجوا من المشرق وإنما خرجوا بالمشرق فهو حدث داخلي إنها الثورة الإسلامية الخمينية في إيران والإمام الباقر يتحدث عن المشرق عن مشرق جزيرة العرب انظروا إلى خارطة جزيرة العرب فبعد جزيرة العرب يأتي الخليج العربي وبعد الخليج العربي تأتي إيران وهذا هو أول المشرق هذا المشرق الحقيقي لجزيرة العرب الإمام الباقر في المدينة يحدث أبا خالد الكابلي كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق وقد خرجوا وبداية خروجهم في بداية الستينات من القرن الماضي يطلبون الحق فلا يعطونه خرجوا في بداية الستينات طالبوا بحقوقهم فلم يعطوا شيئا فقد قمعوا من قبل حكومة الشاه وكان الذي كان وسجن قائدهم الخميني وبعد ذلك أطلق سراحه وسجن مرة ثانية ثم نفي من إيران وذهب إلى تركيا ومن تركيا ذهب إلى العراق وبعد ذلك ذهب إلى باريس ذهب إلى فرنسا ثم عاد إلى إيران كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه قمعوا في بداية الستينات ثم عادوا مرة أخرى حينما توفي الابن الأكبر للخميني مصطفى الخميني توفي في النجف وانتشر الخبر من أن السفاك قد قتلوا فظهرت المظاهرات في نهاية أكتوبر في نهاية سنة 1977 ميلادي واشتدت المظاهرات بعد ذلك حينما كتبوا في الصحافة ما كتبوا من إهانة للخميني كل هذا حدثتكم عنه بالتفصيل لا أجد وقتا كي أعيد تلك التفاصيل ثم يطلبونه فلا يعطونه وقمعوا أيضا فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم لم يبتدئوا بقتل أو قتال وإنما وضعوا السيوف على العواتق العاتق هنا ما بين متن الإنسان ورقبته وضع سيفه على عاتقه إنه مستعد للقتال متجهز للقتال ليس مقاتلا لكنه متجهز للقتال فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم أخذوا القرار من أنهم سيستمرون إلى النهاية فيعطون ما سألوه الشاه تنازل كثيرا لهم فلا يقبلونه لا يقبلون ما قدم لهم من تنازل من شاه إيران حتى يقوموا حتى يقوموا هم بالأمر تكون الدولة بعيديهم حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم وصاحبنا هو الحجة بن الحسن يعني أن الدولة هذه ستبقى مستمرة إلى ظهور إمام زماننا ولا يدفعونها المجموعة هي هي التي خرجت بالمشرق هكذا تقول الرواية كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه في بداية الستينات ثم يطلبونه فلا يعطونه سنة 1977 1978 فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم يتنازل الشاه إلى الحد الذي بعد ذلك يخرج من إيران فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها لا يدفعون الراية لا يدفعون القوة الدولة إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء هذا يعني أن عملية القتل والقتال ستستمر وما إن تأسست الجمهورية الإسلامية حتى بدأت الحرب العراقية الإيرانية قتلاهم شهداء هذا برنامج إيران هناك الكثير من التفاصيل لا أجد وقتا لذكرها وقد تركت ذكرها حتى حينما شرحت هذه الرواية لأنه سيساء فهمي البعض سيعدني معاديا لإيران والبعض سيعدني جزءا من البرنامج الإيراني لا أنا بمعاد لإيران كيف أعادي شيعة أهل البيت وهكذا يتحدث الصادق كيف أعادي شيعة أهل البيت وهكذا يتحدث الباقر عنهم صلوات الله عليه ولا أنا على علاقة بالبرنامج الإيراني البرنامج الإيراني ممدوح وهو خاص بالإيرانيين لاحظوا الرواية كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق في بلادهم لم يخرجوا من المشرق عمل وتأسيس في أرضهم في بلادهم وتستمر الرواية تتحدث عنهم إلى أن تقول قتلاهم شهداء ضمن برنامجهم ما علاقتي ببرنامجهم لست معارضا لبرنامجهم برنامجي هو برنامج إمامي الباقر ماذا يقول الباقر أما إني لو أدركت ذلك ما هو برنامجه لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هناك في الرواية برنامجان البرنامج الإيراني الناس أحرار إذا أرادت أن تكون جزءا من هذا البرنامج برنامج ممدوح هذا أمر راجع إلى الناس أما برنامجي أنا فإنني أختار برنامج إمامي الباقر الباقر هكذا يقول أما إني لو أدركت ذلك وإنني قد أدركت ذلك أدركت هذه الأحداث وعايشتها عايشتها عن بعد وعن قر أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر لا بد أن ندرك من أن الأئمة حينما يتحدثون بهذه الطريقة من خلال دراسة الواقع فإن الأئمة لا يتحدثون عن سنة أو سنتين الثورة الخمينية الإيرانية انتصرت في بداية ألف وتسعمية وتسعة وسبعين والباقر يقول ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم ونحن الآن في سنة ألفين واثنين وعشرين ميلادي مدة زمانية طويلة وقد تستمر لكن الرواية تشعرنا بأن الاستمرار لن يكون إلى قرون كالقرون التي مرت من زمان غيبة الحجة بن الحسن الزمان قريب كم هو هذا أمر يعلمه الحجة بن الحسن فقط ربما جيلي لا يدرك أيام الظهور لكن الجيل القادم سيدرك عصر الظهور لأن الرواية تتحدث عن زمان قريب لكن الزمان القريب ليس بالضرورة أن يكون في سنة أو سنتين مثل ما أقول لكم ربما جيلنا لا يدرك عصر الظهور وإنما نحن في الزمن العزيزي القريب من عصر الظهور وصفته بالعزيز هو أعز مقطع زماني في زمان الغيبة من جهة فضل وضرورة التمهيد لمشروع إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الرواية تتحدث عن زمان قريب لكننا لا نستطيع أن نشخصه وهناك برنامجان برنامج الإيرانيين في أرضهم في بلادهم وهناك برنامج الإمام الباقري صلوات الله عليه أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الإمام لم يقل لأبقيت نفسي لأبقيت نفسي أبقى أأكل وأشرب الإمام قال لستبقيت نفسي إنني في حالة جهاد في حالة مواجهة في حالة عمل مستمر مستديم هذا هو الاستبقاء إنه التمهيد لظهور إمام زماننا فإمامنا الباقر ما قال أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي أبقيت نفسي ابتعدت عن المخاطر واهتممت بصحتي وأكلت طعاما جيدا و إنها حيات البهائم حياته البهائم الإمام هكذا قال لستبقيت نفسي استبقاء النفس غير ابقاء النفس ابقاء النفس بالراحة والنوم وطعام وشراب والملذات أما استبقاء النفس هو العمل والكد والجهاد مواصلة الطريق يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا هذا هو الاستبقاء اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم إنه البرنامج الذهبي الذي نعرضه دائما هذا هو الاستبقاء رجاء اعرضوا لنا البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك ترجمة نانسي قنقر